في وسط البلاد أو شرقها من عمليات إجلاء وممرات إنسانية فتحت وحتى الآن لا يتحدث الأوكرانيون سوى عن بضعة حوادث وإن استمر القصف في محيط كييف وخاركيف فإن هذه الممرات تعمل ثمرت عمل الممرات الإنسانية بالإمكان مشاهدتها هنا في محطة القطارات المركزية في ليفيف حيث نتواجد هذه المشاهد لكثير من الأوكرانيين المدنيين الذين غادروا مناطق الشرق والوسط قبل قليل التقينا وفدا صينيا معظمه من الطلاب استقبلهم وفد صيني آخر رسمي على ما يبدو جاء من القنصلية في ليفيف أو من السفارة في كييف جاء الاستقبال عدد ومجموعة كبيرة من الطلبة الصينيين على ما يبدو تم إجلاؤهم من سومي سألناهم بعجالة قالوا إنهم جاءوا من الشرق من الشمال الشرقي في سومي كنا قد سمعنا عن هذه الأخبار التي تحدثت عن إمكانية إجلاء عدد من المدنيين الأوكرانيين وكذلك الطلبة الأجانب في تلك المدينة المشهورة باستضافتها للكثير من الطلب تتوفر فيها جامعات كثيرة بكل الأحوال هذه المحطة تستقبل قادمين من الشرق ومن كييف ومن الجنوب الشرقي مريوبل على سبيل المثال وأيضا يحاول من يصل إليها التوجه إلى الحدود البولندية حيث يغادر الأراضي الأوكرانية وصولا إلى بر الأمان كما هو الحال في الأيام الماضية بطبيعة الحال من حيث الفئات المدنيين الذين نتابعهم نساء وأطفال شيوخ كبار في السن لكن لا يمنع ذلك وجود بعض الشباب بعضهم لا يريد الذهاب للجيش بعضهم لا يريد تجنيدا إجباريا يحاول الهروب من المناطق أو مغادرة المناطق التي بالإمكان استدعاء الشباب من عمر 18 إلى 60 عاما للخدمة في الجيش يأتون إلى هنا ويستقرون حيث بعض الأمان على الأراضي الأوكرانية بكل الأحوال الصورة تتحدث عن نفسها هناك خيم لاستقبال هؤلاء الأشخاص المدنيين يحاولون تقديم الطعام الملابس لهم وكذلك المساعدات الطبية اللازمة هناك قطارات تقريبا ست قطارات تغادر هذه المحطة يوميا باتجاه بولندا وأيضا حافلات لمن يحاول الوصول إلى الأراضي البولندية برا عبر الحافلات أو المركبات